نفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة عمليات ضد جنود الاحتلال في مناطق التوغل بقطاع غزة كتائب القسام أكدت قنصها جنديا في محيط مدارس مخيم جباليا وفي جباليا أيضا استهدفت القسام سبع دبابات وجرافة عسكرية بقذائف مضادة للدروع وقصفت القسام بقذائف الهاوين قوات الاحتلال متوغلة شرق مخيم جباليا وفي شارع ثمانية بحذي الزيتون جنوبي مدينة غزة وفي رفح جنوبي القطاع استهدفت القسام ثلاثة نقلات جند ودبابة مركبة بقذائف الياسين وجرافة عسكرية بعبوة شواز واستهدفت القسام أيضا بقذائف الهاوين قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح البري أما سرايا القسام فقالت إنها أوقعت قوة راجلة للاحتلال بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية شرقي جباليا وفي حي الزيتون أيضا استهدفت سرايا القدس بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية